السلام عليكم. ازايكم عاملين ايه? ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة البصارة بما ان الجوشت او كده. معانا المقادير. فول متشوش. كزبرة وشبت. مفرومين. معانا بصلة ومعانا توم ومعانا معلقة فلفل على توم مفرومة. معانا ملح وفلفل وكزبرة مطحونين. حطينا على النار ومية وصبناها تغلي. وغسلنا الفول كويس. صفنا. هننزل بالفول. هننزل بالشبت والكزبرة. هننزل بالبصل والتوم المفرومين. ومعلقة الفلفل على التوم. والبهارات. وهنسيبه مع بعض المدة ساعة على النار لما يستون. ده كده شكل الفول بعد ما عاد ساعة على النار مع الخلطة بتاعته. هنقده نضربه في الخلاط ونرجعه على النار تاني. ده كده شكله بعد ما ضربناه في الخلاط. هنرجعه تاني على النار. ده بعد ما تقل. هنعمل معه بعد التحبيش بتاعته. البصل والتوم اللي هيتحط على الوش. دي البصلة اللي هنحمرها ونحطها على الوش. علشان تبقى مرمشة هنحط عليها معلقة دقيق. هنا هنحط زيت يسخن على النار. هننزل بالبصل. تقريبا نفس فكرة البصل بتاعت الكشري. بس ده بيبقى بتقطع صغير. كده البصل بدأ ياخد لون معانا. طبعا هنسيبه يتحمر لما يبقى لونه زي لون البصل بتاع الكشري. ده الشكل بتاعه كده. طبعا مش هنحطه بالزيت اللي هو فيه ده. هنشيله من الزيت. طبعا الزيت اللي ما كان البصل ده مش هنرميه. هننزل فيه. نقص التوم اللي يحمره فيه. الزيت طبعا متطعم من البصل. هيده تعمه كويس للتوم. ده كده التوم هنحطه الاول قبل البصل. هنحط البصل. طبعا سمان سطل البصل عامل ازاي? معلاتي دي خليها ما ارمش. ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر